أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني على ضرورة اتباع الإجراءات القياسية للإدارة والتشغيل بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين من أجل الحفاظ على الحالة العمرانية لهذه المشروعات خاصة الفراغات العامة والمسطحات الخضراء والمسافات البينية بين العمارات ووجهات العمارات بالإضافة إلى غيرها من عناصر المشروعات خلال هذا الاجتماع الذي عقده لمتابعة أعمال شركات التعمير لخدمات الصيانة بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين شدد وزير الإسكان على ضرورة تطوير وتحديث الأداء المؤسسي للشركة واتباع الأساليب الحديثة لإدارة وتشغيل المشروعات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمشروعات التي تتولى الشركة العمل بها